أهلاً وسهلاً مشاهدين للكرام في هذه النشرة الأخبارية وهذا أبرز عنوانها رسمياً الإعلان عن اكتشاف الغاز الطبيعي في أربع مناطق بالمغرب أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي عن اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي في أربع مناطق بالمغرب وهي منطقة الغرب تم العثور على مكامن غازية منتجة ولكن بحجم صغير وقد تم ربطها بالفعل بالمصانع الموجودة في المنطقة حوض الصويرة يشهد هذا الحوض إنتاجاً مستمراً للغاز يتم بيعه للمجمع الشريف للفوسفات في اليوسفية تندرارة تم اكتشاف الغاز في هذه المنطقة لكن لا تتوفر حالياً معلومات عن حجم الاحتياطيات أو خطط الإنتاج سواحل العرائش تشير الدلائل إلى وجود الغاز الطبيعي قبالة سواحل العرائش لكن لا تزال عمليات الاستكشاف في مراحلها المبكرة ويعد هذا الاكتشاف بمثابة دفعة مهمة لجهود المغرب الرامية إلى تعزيز أمنه الطاقوي وتقليل اعتماده على واردات الطاقة ترجمة نانسي قنقر